لمزيدا من التفاصيل ينضم إلينا عبر تطبيق زوم من دبي سيد سامويل روبريغ الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نرحب بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية سيد سامويل بعد عام كاملا من الحرب في أوكرانيا والتي دعمتها ومزالت بالمناسبة تدعمها بكل السبل الإدارة الأمريكية للرئيس بايدن أين تجد أمريكا الآن حشد حلفائها في هذه الحرب والأهم من ذلك هل هذا الحشد سيستمر مع قادم الأيام إذن مساء الخير يا داليا وشكرا للقناة القاهرة الإخبارية الاستدافة وشكرا للاستمالك على الكلمة المناسبة هي حرب هي ليست أملية أسكرية هي حرب روسية على أوكرانيا على الأطفال والنساء والمستشفات والمدارس وأماكن مدنية داخل أوكرانيا إذن لازم نتكلم بكسرها ما جمهوركم وما كل الأشخاص فقط حتى لا تأخذني في زاوية معينة سيد سامويل أنا أتحدث يعني بناءا أنها يعني مع حضرتك طبعا وبالتالي استخدمت لفظ حرب لأنه هكذا يعني تسميها أو تصفها الولايات المتحدة الأمريكية نعم نعم ولكن أنا أريد أن أؤكد أنها هي حرب بالرغم من الأكاذيب نسمعها من الجلم الروسي هي حرب هي حرب روسية بدون أي تبرير بدون أي أسباب على الشعب الأوكراني ومن اللازم أن أقوم بتضحية شيء آخر الولايات المتحدة لا تدعم الحرب لا الولايات المتحدة تدعم الدموقراتية تدعم المبادية الأساسية التي كل العالم كنا نتفق عليها بعد الحرب الآلمية الثانية ومنها الحق لأي دولة تعيش بسلامة بدون دولة أخرى دولة كبيرة دولة الأكبر مثل الرسية تحاول أن تفرد إراداتها تحاول أن تغير حدودها بالقوة إذن الولايات المتحدة تدعم بتنسيق ما أكثر من 50 دولة أخرى التي تقدم المساعدة الدفاعية والأسكرية للأوكرانيين وبتنسيق ما هذه 141 دولة منها مصر ومنها معظم الدول في هذه المنطقة الشرق الأوسط التي تدعم الأوكرانية وتدعم المبادية الأساسية الدموقراطية وخرية في الأم المتحدة في الجمعية الأمة كما رأينا في التصويت الأمس إذن كما سمعنا من رئيس بايدن في زيارته إلى كييف هذه الأسبوع نعم نهانو سنستمر طالما رئيس بوتن يستمر في هذه الحرب الوحشية بدون أي تبرير الولايات المتحدة بتنسيق مع حلفاءنا سنستمر في تقديم المساعدة اللازمة للأوكرانيين للدفاع عن النفس إذن أنتم مستمرون في تقديم الدعم مع الحلفاء سيد سامويل لكن كل المتابعين لكل تطورات الحرب خلال عاما كاملا في أوكرانيا الآن يرى أن النظام العالمي أصبح أكثر وضوحا في تشكيلته يعني هناك قطب للولايات المتحدة الأمريكية والآخر للصين هل ترى الإدارة الأمريكية هل ترى الخارجية الأمريكية الأمور فيما يخص التوازن العالمي للقوى العالمية بهذا الإطار أو لا؟ لا لأننا نحن ورئيس بايدن ووزير بلينكين وكل المسؤولين الأمريكيين كانوا واضحين جدا بالنسبة لرؤية الأمريكية نحن نقول أننا لا نريد أن نفرض مقارنة بالروسية التي تريد أن تفرض إراداتها على بلدان أخرى الوليد المتحدة لا تقول البلدان أخرى لازم تختار بين الوليد المتحدة والصين والوليد المتحدة والروسية لا الاختيار أمامنا بين الدموقراتية والاستبدادية والوليد المتحدة ترى أننا لازم أن كلنا كل البلدان في العالم تدافع عن هذه المبادئ الأساسية هي ليس حرب بين الغرب والروسية أو الوليد المتحدة ضد الروسية كما الروسية وأصدقاؤها تريد أن تقول لا لكنها تعيد قاعدة التوازنات النظام العالمي سيد سامويل هذا ما قصدته في كلامي ممكن تكرر أسواد يعني قصدت أن هذه الحرب ستعيد توازنات الأنظمة أنظمة الدول فيما يخص القوى العالمية النظام العالمي هذا ما قصدته في كلامي لا أنا أقصد أن منذ بعض الحرب العالمية الثانية إذن منذ أكثر من ثمانين سنة كنا نعيش بسلامة والإزدهار والإستقرار الذي كان عندنا منذ الخمسينات في القرن الماضي كان بسبب الاتفاق على سيد واسيا الذي كان عندنا بعد الحرب العالمية الثانية التي قالت أنه ليس حق لأي دولة أي دولة كبيرة مثل الروسية لتغير حدود دولة أخرى بالقوة ولكن بعد ثمانين سنة بكل آسف وبعد كل الجهود التي بدلناها الولادة المتاهدة وكل البلدين الأخرى لمنع وامتناع عن هذه الهرب في نهاية النطاف بكل آسف الرئيس بوتين هو اختار المصار الأدواني هو اختار هذه الهرب بدون أي أسباب بدون أي سبب هو اختار الهرب وهذه الهرب الآن لديها تدائيات على كلنا الأزمة في الغذاء الأزمة في طاقة التدائيات الأخرى أسبابه هي لحماية الأمن القومي الروسي والحفاظ على روسيا التاريخية هذه هي الأسباب أسباب الرئيس بوتين في شن كما يسميها العملية العسكرية الروسية سيد سامول على أوكرانيا وهل أي مننا تؤمن بذلك؟ هل أي مننا نسمى هذه الأكاذيب من رئيس بوتين؟ الأمن القومي الروسي الضمانات الأمنية لماذا؟ من كان بغزو جورجيا في 2008 من كان بغزو أوكرانيا في 2014 من كان بتصميم معرضين سياسين مثل نيفانلي من الآن يدخل في مودوفا ومن كان ببدء هذه الحرب منذ سنة؟ إذن عندما نسمى هذه الأكاذيب من رئيس بوتين والنظام الروسي صعب صعب جدا لنسمى أي شخص في الوسائل الإعلام أو أي طرف آخر يقرر هذه الأكاذيب من رئيس بوتين خلينا نركز أكثر سيد سامول على خريطة أو مستقبل النظام العالمي واللي تشكل بشكل أو بآخر بعد عام كامل على كل التطورات الحاصلة في أوكرانيا بعض المراقبين يرون بأن التطورات الحاصلة بشكل أو بآخر سترهق لا محالة في النهاية روسيا وأوروبا وأن المستفيد الوحيد منها سيكون الولايات المتحدة والصين رأيك باختصار سيد سامن لو سمحت أنا لا أفهم هذه الفكرة التي تقول أن أي طرف من الأطراف تستفيد من يستفيد؟ هذه السنة كاملة إذا نأخذ في العين الاتبار الجهود التي بدلناها الولايات المتحدة وحلف شمال العتلسي وأوروبا واليابان والمجموعة السبعة وجموعة العاشين وقلنا لإنهى هذه الهرب بدلا من نبذل نص الجهود ونسلام نص الطاقة لإنهى التدائيات من كوفيد-19 وتغير المناخ والركود الاقتصادي وكل التحديات المشتركة أمامنا كإنسان صعب جدا لنقول أن أي طرف من الأطراف تستفيد ليس أي مننا نستفيد ولكن الولايات المتحدة بالرغم من هذه أصوبات أمامنا بالرغم من أصوبات أمام الأوروبيين وكلنا من اللازم أن نستمر في دعم الأوكرانيين أشكرك جزيلا كنت معنا من دبي عبر تطبيق زوم سيد سامويل ويربراج الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية